الراديو الاسرائيل مصمم ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هيحضر جنازة شيمون بريز شيمون بريز مات النهاردة عن 93 سنة خارجين كل زعماء العالم يتحدثوا عن شيمون بريز الرجل الطيب بتاع السلام بتاع كذا وبتاع كذا وطبعا هم هيعملوا زفة كبيرة جدا في تل قبيب وجنازته هيحاولوها تعرف الناس دي بتستغل حضراتكم بيستغلوا اي حاجة تحت ايدهم يقدروا بيها يعني يعلوا من شأن دولة اسرائيل وغيرها 93 سنة عايز اقولكم ان شيمون بريز احد اهم القادة اللي كانوا بيقتلوا الفلسطينيين والعرب اه صحيح هو حصل على جايزة نوبل لانه اكتشفوا او كشف عن انه هو اللي بدأ يعمل المباحثات مع فتح ومع ياسع العرفات والجانب الفلسطيني اللي وصلت لاتفاقية اوصل وبعد كده انما ما اعتقدش ان احنا حننسى ما فعله بريز من ايام الهاجنة اللي كان مشترك فيها الهاجنة دول اللي كانوا 48 بيموته في الفلسطينيين يعني يا قصة طويلة شوية لما يعلن في مصر من بعض المصادر الرسمية ان الرئيس عن فتح السيسي مش هيحضر ماينفعش يطلع راديو اسرائيل يقول لا حيحضر احنا بقى هنا من يوم بيوم انا بقول لكم لا مش هيحضر واطلعوا اقولوا كالعادة طبعا عايز اقولكم ان هما بيسجلوا كل برامجنا ويطلع يقولك ده معادي للسمية ده معادي للهود انا معادي حضرتك انا ما بحبكمش انا ما بحبش اسرائيل وما فيش حد في مصر بيحب اسرائيل والرئيس ما عندنا مشغول شوية يعني معلش احنا اسفين جدا اه فيه بيننا وبين بعد معاهدة سلام انما رئيسنا مشغول يعني مش عايز يجي مش مش نوين يجي ندفن يعني مش هناخد عازة عندكم الله يرحم موتانا كلنا العرب 48 56 67 73 وما تلاها وما بينها فخلي المسائل ماشية كده لا تقولوا حيحضر ولا كذا وسبوها ماشية يعني دبلوماسيا بهدوء نبعت لكم وزير يحضر وزير خارجية يحضر اه اي حد مندوب يحضر انما عفتاح السيسي لا السيسي مش جاي ومش هيو يحطل قبيب ومش هيحضر جنازات اشتركوا في القناة